مشاهدين أسعدتم مساء سينتهي هذه الليلة تأثير الكتل الهوائي الباردة من أصل قطبي والمنخفض الجوي واعتبارا يوم غد السبت ستستقر الأجواء ويطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة يوما بعد يوم خلال الأيام القليلة القادمة أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن الكتلة الهوائية الباردة بقاياها سيبقى هذه الليلة وصباح يوم غد السبت لكن شاء الله اعتبارا من يوم السبت ظهرا ترتفع درجات الحرارة وتقترب من المملكة كتلة هوائية ذات درجات حرارة أدفأ بإذن الله تؤدي إلى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة تتناقص كميات الغيوم تدريجيا وتضع فرصة الهطول أيضا تدريجيا تكون درجات الحرارة متدنية في بعض الأماكن المرتفعات الجبلية العالية والباردة جدا مثل الشوبك وأيضا مرتفعات عجلون وأيضا مناطق البادية وسهول الشرقية هناك احتمال لحدوث الإنجماد والسقية لذلك نحذر من تدني هذه الدرجات الحرارة هذه ومن حدوث هذه الحالات درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غد السبت استقرار على الأجواء وبداية الارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا العظمى بحدود 10 إلى 11 درجة والصغرى بحدود 5 درجات مئوية يوم الأحد ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة أيضا الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا نهارا لكنها باردة ليلا العظمى 12 والصغرى 6 يوم الأحد الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة واضح يعني تقترب من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أجواء مشمسة يوم الأثنين ودرجة الحرارة العظمى بحدود 16-17 درجة حول معدلها وبالليالي طبعا ليلة الأثنين على الثلاثاء رايح تكون الأجواء معدلات درجات الحرارة أعلى من الليالي الماضية وبالتالي بتكون فقط باردة نسبيا ودرجة الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الشمالية الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا إربط 14-9 عجلون 14-7 جرش 14-7 المفرق 13 إلى 4 درجات مئوية المناطق الوسطى أيضا ما بين مشمسة وغائمة جزئيا البلقاء 11 إلى 6 مأدبة 12-5 البحر الميت 20 إلى 12 وعمان 10 إلى 5 درجات والزرقة 14 إلى 6 درجات مئوية المناطق الجنوبية أيضا استقرار على الأجواء ارتفاع على درجات الحرارة الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا الكرك 12-5 الطفيل 11-4 الشراح 8-2 والعقبة 23-14 ومعان 13 إلى 4 درجات مئوية المناطق الشرقية أجواء مشمسة مع ظهور بعض السحب نهارا لكنها باردة ليلا الأزرق 16 العظمى والصورة 5 الصفاوية العظمى 16 والصورة 4 الرويشد العظمى 15 والصورة 5 درجات مئوية أعزائي المشاهدين لكم تحية طيبة مني ومن طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة